تلات نقاط مش عارف التاني نقطتين ونص يعني ليها توزيع كده ولكن انت مش طالع صفر من دلوقتي انت محسوب دلوقتي نتاجك محسوبة يمكن التمنتاشر اللي فات ما كانش فيه ما طلعتش بالنقاط ولا حاجة ولكن التمانية اللي انت بتلاقي من دلوقتي فيه عندك نقاط مهمة فإذا كل مباراة مهمة ما تش اسموها ده مهم جدا برضو نفس الكلام اللي تقال على كرة طائرة رجال بيتقال على سيدات كرة اليد السنة اللي فاتت كان عندنا مشكلة وكان عندنا دروب التونسية سعيدة كان يمكن يعني اديت اداء كويس ولكن كاتروة الجهاز الفني انه عايز يغير وتم التعاقد مع لعبة سنغالية بالمناسبة منتخب السنغال عمل يعني بطولة افريقيا قوية جدا فتم اختيار لعبة منهم وطمت للفريق وبتأدي دلوقتي اداء جيد اذا نفس الحال هو دعم مجلس الادارة ودعم ادارة المشاكل الرياضي لكل الفرق الرياضية حتى تستعيد مكانتها واللي مكمل مكمل زي السلة والطائرة سيدات نادي الاهلي وادارته ايضا وراء والخبر اللي معنا دلوقتي هو اكيد خبر مبارح وهو فوز الكرة الطائرة رجال بدور السوبر وبمناسبة زي ما قلت لحضراتكم في الانترو بتاع الحلقة دور السوبر او بطولة السوبر دي طبعا لقطات من مباراة امش اللي احنا زعناها على شاشة قناة النادي الاهلي النادي الاهلي في المباراة دي الحقيقة ادى اداء كويس المكسب حلوة لكن الاحلى من المكسب كمان كان الاداء اللي ما شافش المباراة لازم يفخر جدا جدا بالفرقة واداءها الفرقة ادت اداء فوق الرائع يمكن الشرط الاول شهد شهد منافسة خلس 25 عشرين ولكن الشرط التاني والثالث يعني كانوا فنيا سهلين جدا عن النادي الاهلي يعني كل الفنيات كانت مبارح على اعلى مستوى النادي الاهلي الحقيقة مش باصص بيلعب منه النادي الاهلي عنده بطولة عربية جاية بطولة عربية مهمة جدا معنا ثلاث فرق في بطولة افريقيا بطولة عربية اللي جاية بطولة صعبة وتبقى بقوة ويمكن اقوى بطولة افريقيا كمان في الكرة الطائرة فالنادي الاهلي عايز ياخدها وعينوا عليها وكابتن محمد مسال حميد الحقيقة لما كلمنا مبارح بعد الماتش قال لي يا جماعة سيبوني أنا مركز يعني الراجل بأمانة الله يكون فؤون اربع شهور فيهم ست بطولات او خمس بطولات لا كتير كتير جدا صعب اي مدير فني يتحمل او اي فرق يتحمل كده ولكن رجال النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين سكواد ما شاء الله عليه عبدالله عبدالله عبدالسلام حمل حركة مبارح حلوة جدا لما خاد الكاس ونزل بأول كاس يعني عصران وعزب يمكن اول بطولة ليهم مع النادي الاهلي فنزل ادهم الكاس على طول من فوق من منصة نزل عليهم على طول ادهم الكاس فالكرة الطائرة الحقيقة يعني سلوكياتهم واخلاقياتهم حاجة تانية جدا وحاجة جميلة غدا سلوكيات الطائرة يواجهنا الشمس بأولى مباريات الدور الترتيبي هنروح للخبر اللي بعد كده غدا